ولكن كمان حابين نتطمن على النادي الأهلي النادي الأهلي في المونديال النادي الأهلي في المونديال المراضي لأمور مختلفة ويمكن الصحف الأجنبية أو الصحفيين الأجانب ويمكن أماكن كتير جداً معنية بالغيابات والحالة اللي بيمر بيها النادي الأهلي في المونديال ده يمكن أكتر من ناس في مصر أكيد اتكلمنا وقلنا إن مصلحة منتخب مصر هي ليست في سبيل المقارنة مصلحة منتخب مصر أولوية وإن شاء الله نحتفل بالمنتخب المصري بكرة ونفرح بتأهله ليكون إن شاء الله مستحق لأن لديه كل القدرات على الكاميرون ولكن النادي الأهلي بيعاني دي حقيقة لا تقبل التشكيك النادي الأهلي بيعاني من غيابات بيعاني من إصابات وكمان النهاردة المستجد الجديد وهو إصابة بيتسوم سيماني بفيروس كورونا كل دا كان ليه أصداؤه من بعض الصحفيين الأجانب خارج مصر وكتير جدا من الصفحات واللي حابين نبدأ معاكو ونشوف كانوا بيقولوا إيه عندنا سيمانستون أحد الصحفيين الكبار وده شيء مهم جدا إن يكون فيه المستوى دا من التفاعل وإن أنت تسمع الكلام دا بيتقال من صحفي كبير في البي بي سي له حواراته وصولاته وجوالاته ولقاءاته مع كبار المدربين والشخصيات الرياضية على مستوى العالم ورؤساء الاتحادات قال إن الأهلي لديه غياب أفضلية أو لديه شكل من أشكال غياب العدالة يعني في هذه المصابقة طبعا يتحدث عن كأس العام الأندية لديهم ست لاعبين في منتخب مصر الذي يشارك في كأس الأمم الأفريقية ولو منتخب مصر وصل للفاينال وده ابنا تمناه إن شاء الله حيكون دا بعد المباراة بتاعة الأهلي ومنتيري أعلم أن الجدول مزدحم ولكن مصابقة مثل كأس العالم للأندية وكأس الأمم الأفريقية ينبغي أن تحظى كلاهما بالإحترام أو الانضباط وده شيء مهم جدا وده كلام مهم جدا يا جماعة لأن البعض بيتغافل الظروف اللي رايح فيها النادي الأهلي وأنا بشوف النظام الصح آه أكيد بنقول النادي الأهلي بمن حضر وأكيد عهدنا بالنادي الأهلي إنك هتفضل تحاول تيشرت النادي الأهلي اللي تعلمنا منه من على مدار أجيال مش بس وقعت 85 واللعبة من ناشئين في كأس مصر أمام نادي الزمالك ولا مباراة الكنفدرالية الشهيرة ولا حاجات كتير جدا مرنا بها في تاريخنا ده النادي الأهلي ولكن الأهلي بمن حضر ده جزء من شخصية النادي الأهلي بس مش معناه أبدا إن فيه ظروف كنت ممكن أنت تبقى أفضل فيها الأهلي بمن حضر يعني كل من سيرتدي تيشرت الأهلي سيقاتل إلى آخر لحظة وآخر قدرة يمتلكها وده اللي إحنا بننتظره إن شاء الله من لعبينا ومن الفريق ولكن كمان مهم إن إحنا نرصد بعض الغيابات وبعض التفاعل مع الأمور بشكل موضوعي الناس هنا جماعة بتلقي الضوء على شيء موضوعي وشيء مستحق للنادي الأهلي أفريكا فاكتس قالت أيضا كلام مهم جدا عن اللي بيتعرض ليه النادي الأهلي وده شيء مهم إن إحنا نشوفه خارج مصر بيتم إلقاء الضوء عليه قالت أن الأهلي مجبر أو سوف يخوض مصابقة كأس العالم للأندية في غياب تمن لاعبين من أكبر وأهم اللاعبين إذا وصلت مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية قالت كمان بيرسيتاو وبدر بنون تعرض للإصابة محمد الشناوي حمد فتح عمر السلية ومحمد شريف وآيمن أشرف وأكرم توفيق جميعهم يشاركون في كأس الأمم الأفريقية ده مهم كمان إن إحنا نشوفه مهم جدا نعرف إزاي الصحافة الأجنبية والمواقع الأجنبية بترصد ده وكمان الصحفيين الأجانب لأنه مهم تعيشوا الحالة اللي النادي الأهلي فيها واللي كان لازم أيضا كتير جدا داخل مصر يتكلموا فيها بموضوعية كلامك عن ما يعانيه النادي الأهلي لا يعني أبدا التعارض مع المنتخب لأن إحنا أكبر داعمين وأول داعمين للمنتخب وعلى فكرة النادي الأهلي لما بيدعم المنتخبات بيدعمها بجد مش بالكلام ولا بيغلب أي مصلحة غير منتخبات مصر وده اللي شفناه حتى فيه كلام النادي الأهلي اللي بيتنفذ فعليا كمان لو رحنا وشفنا النهاردة ماذا قيل خارج مصر عن إصابة بيتسو موسيماني بفيروس كورونا أيضا هو جزء من معاناة النادي الأهلي الفنية ليه؟ لأنه تقال النادي الأهلي سوف يعاني من ضربة جديدة كبيرة في كأس العالم للأندية عقب إصابة بيتسو موسيماني بفيروس كورونا وده مهم جدا أن احنا نقف عنده ليه؟ طبعا كامل التمنيات لبيتسو موسيماني بالشفاء ولكن بنقف عنده أن كمان الناس رصدوا أن ده جزء كمان من المعاناة بتاعة النادي الأهلي وكأن المصائب لا تأتي فراضة في هذه البطولة الغريبة الحقيقة يعني أنا شفت مواقف كتير جدا تعرض فيها النادي الأهلي لحظ صعب شوية ولكن يمكن أحيانا كان بيكون الأمور لقرارات تعدبية تربوية أو غيرها ولكن فكرة عدم وجود لعبين مع إصابة لعبين حتى أنت تجي تشوف شيء قدري يعني محمد شريف موجود مع المنتخب نتمنى له التوفيق والمشاركة وإن شاء الله يرجع متوج مع منتخبنا الوطني ولكن كمان بيرسيتاو بيكون هو رقم واحد عندك في البلان البديلة فبيكون وجه الدهشة أن بتلاقي كمان بيرسيتاو بيصاب أه سافر مع البعثة وأنا تمنى أنه هو يتعافى ويشارك ولكن كمان بتحس أن الأمور كده كلها لما تشوف كمان إصابة بيتسو موسيماني فتبدأ تحس أن البطولة دي يعني ظروفنا فيها صعبة جدا 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 عشان كده والله أنا مقدر جميع اللاعبين وبتمنى إن شاء الله أنه هم نكون كلنا وراهم نكون في كل الأحوال بنرفع عنهم الضغوط وبنقول لهم أنه إحنا منتظرين منكم أنه إنتوا تحققوا مفاجأة لأنه فعلا لو قدرنا نتغلب على مونتيري في ظلها زي الظروف هتكون مفاجأة جيدة جدا